السؤال الأول إذا سقط فعمل الروح القدس أنه يبتدي يحركه علشان يتوب عندما يتوب تغفر الخطايا مش الخطايا الغفران الأبدي تم بعمل المسيح على الصليب لكن فيه غفران يومي ووقتي أبوي عشان ترد الشركة لي مرة تانية طيب إذا الكتاب يقول إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهيرنا من كل اسم لكن إذا استمر المؤمن وتبلد ونام في حالة الخطيئة المستمر لن يتبقى له بعد محاولات الإفاقة اللي بيعملها مع الروح القدس ومحاولات الإصلاح إلا إجراء تأديب قضاء من الله وده لنا قلته فيك رونسس الأولى عشر لما رسول بوليس بيقول من أجل ذلك لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا لما كانش ربنا أدنى وحكم علينا لكن لما بقول البعض يرقدون ده جزء من التأديب لكن بما أن حكم علينا نؤدى من الله من أجل ذلك فيكم كثيرون ضعفاء كثيرون مرضى كثيرون يرقدون الرقاط ده هو مفارقة المؤمن للأرض هيروح فين؟ هيروح السماء بكل تأكيد نتيجة عمل المسيح وده الضمان الأبدي لكن فقط دوره في الأرض باعتباره شاهد لكي يأتي بصمر لأن المؤمن ترك الرب ترك المؤمن في العالم لكي يأتي بصمر وجودي في العالم قرين اتياني بصمر إذا تعطلت ولم آتي بصمر محاولات للإصلاح طول والأخرى إذا فشلت المحاولات الرب يقول لي السماء أفضل لك من الأرض لأنك أنت مش هتجيب صمر فمركز المؤمن قائم بناء على كفارة المسيح وشفاعة المسيح في السماء المسيح شفيع للمؤمنين في السماء إن أخطأ أحد فلانا شفيع عند الآب يسوع المسيح البر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر